مقاطي يقترب من الاعتذار وعون يواصل افتعال العرقلة ربيح السونة اليد اليمنى لسعد الحريري يدخل نادي محتكري أدوية السرطان أزمة النفاية تتفاقم في بيروت وضمائر المسؤولين إلى مزبلة التاريخ نشطة الأخبار نقدمها لكم من صوت بيروت انترناشنال أهلا بكم بعد 13 شهرا على الفراغ الحكومي المشكلة أصبحت واضحة ولا تقبل الجدل رئيس الجمهورية لا يريد حكومة إلا وفق حساباته لمواجهات استحقاقين الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية للانتخابات التشريعية يريد وزارتي الدخل الداخلية والعدل وعندما اكتشف صعوبة التمسك بالحقيبتين اختار العدل لنفسه من خلال إلائها إلى شخص يدين بالولاء التام له ودخل شريكا مضاربا في اختيار وزير الداخلية وبين هذا الاسم وذاك وبين هذه اللائحة وتلك طالت عملية التأليف ولم تصل إلى خواتمها السعيدة حتى الآن لكن المشكلة لا تتوقف هنا إذ ثمت مشكلة أعمق تتعلق بالاستحقاق الرئاسي فعون يدرك أن الانتخابات الرئاسية قد لا تحصل في الفترة الدستورية أي في خريف العام 2022 وبالتالي فإن الحكومة التي تشكل الآن ستتولى مهام تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية لذلك يسعى إلى أن يتحكم بالقرار فيها عبر الثلث المعطل في المقابل الفريق الآخر يعرف ما يريد عون ولا يريد له أن يحقق هدفه المزدواج المشكلة هي هنا وفي قلبها تكمن صورة جبران باسيل عون هذه المرة على الأقل لا يخوض المعركة من أجل نفسه وأحلامه الشخصية بل يخوضها من أجل جبران ولتوريثه الجمهورية تماما كما أورثه التيار من هنا واهم من يعتقد أن الجنرال سيرضخ أو سيقبل بإنصاف الحلول إنه يريد الثلثة المعطل شاء من شاء وأبى من أبى وهو يريد وزارتي العدل والداخلية وهو أمر في سبيل الأمرين مستعد أن يشل البلد سنة أخرى بل حتى نهاية العهد ومن بعده الطوفان ومن لا يصدق فليستعد مشهد العام 1990 عندما لم يقتنع ولم يخرج من قصر بعبدة إلا على هدير طائرات الميج سوخوي السوفيتية الصنع والسورية التشغيل لكن من سيشغل الميج في العام 2022؟ البداية من دهاليزي عرقلة تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل أسبوع الحسم الحكومي بامتياز فلا مصدقية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تحتمل هدر مزيد من الوقت وهو صاحب شعار المهلة غير مفتوحة ولا شهر أيلول الأسود ورفع الدعم نهائيا يحتمل أي مراوحة حكومية ميقاتي أقرب إلى الاعتذار منه للتأليف لكن محاذير الخطوة وارتداداتها ماليا تجعله يتريث كما تقول مصادر مطلعة التي تكشف بأن الوقت لم يحن بعد على الرغم من أن زخم اللقاءات في قصر بعبدة تراجع مع عودة الأمور إلى المربع الأول والأخطر معلومات لم يتم نفيها ويجري تدولها لكن إن صحت تكون قد نسفت كل المرحلة المقبلة حتى نهايات العهد وتتضمن هذه المعلومات المتداولة طلب الرئيس ميشيل عون من ميقاتي توقيع تعهد خطي يتضمن الموافقة على إقالة حاكم مصدف لبنان وقائد الجيش ورئيس مجلس القضاء العلى وصل هذه الأجواء لم يقفل ميقاتي أبواب معاودة التشاور في جلسة تحمل الرقم 14 بعبدة لكنه يربط توجهه إلى القصر الجمهوري بجواب عون على التشكيل الوزاري المتكاملة التي أودعه إياها علما أن لا موعد منظورا لميقاتي في القصر على قاعدة بأن الزيارات المتكررة من دون نتيجة تصب في خانة مضيعة الوقت ويكشف مرجع مطلع على كواليس التشكيل لصوت بيروت انترناشنل أن ما لم يعطيه الرئيس عون ورئيس الطيار الوطني الحرج بران باسيل للحريري لن يعطيه مجددا لميقاتي وأن ما يعطل التشكيل لا يعود إلى خلاف حول أسماء الوزراء إنما إلى كيفية إدارة مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لا سيما وأن ورقة عمل الحكومة انشكلت ليست حتى الآن موضع توافق وأمامها الكثير من العقد والمطباط إذن الفراغ القاتل مرشح للتمدد ولو على دماء اللبنانيين ومصيرهم والزيارة رقم 14 تعتبر الأهم فيا بتصيب يا بتخيب والثانية هي المرجحة وللإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الصحفي أسعد بشارة أستاذ أسعد مساء الخير مساء الخير أستاذ أسعد ما المتوقع في الأسبوع المقبل وهل سيتجه الرئيس نجيب ميقاطي إلى الاعتبار؟ نجيب ميقاطي سيعتذر وكل ما يفعله من تدوير الزوايا بعد شهر من تكليفه هو لا معنى له مشي العون يريد أسلسل معطل ونقطع للسطر وحزب الله يدعم مشي العون وبالتالي كل هذا تدوير الزوايا هو في خانة شراء الوقت لا أكثر ولا أقل كانت المعلومات أن ميقاطي سيعتذر يوم الأحد يعني اليوم لكنه مدد بناء على الضغوط فرنسية وتمنيات فرنسية وحتى تمنيات أمريكية لكن كل هذه التمنيات أيضا لا معنى لها مشي العون سيريد أسلف المعطل لجبران باسيل مدعوما من حزب الله أمام ميقاطي إما أن يلبي شروط مشي العون أو أن يكون أعتذر عن التكليف ولا قطية إكمال المهمة سيد أسعد يمكن السؤال بيطرح نفسه أنه دايما عم نشوف الضغوط عم تكون على الرئيس المكلف إن كان الداخلية أو خارجية لماذا لا يكون هناك هذا الضغط موجه نحو رئيس الجمهورية أو حتى صهر جبران باسيل ما الفرنسيين يتواهمون بأنهم عندما يقومون من مقاطئ التماهل بالأتذار يتواهمون أنهم قادرون على الضغط على عون لكن هذا مجرد توهم أيضا عون هذه آخر خرطوشة له يضع العقوبات على جبران باسيل وطموه باسيل الرئاسي مقابل تشكيل الحكومة أي أنه يريد ضمانة بأن يمسك زمان الحكومة المقبلة أما إذا لم تشكل فلاماني لديه أن يبقى في قصر بعبدة وأن يمارس انقلابا كامل المواصفة لا الضغط الفرنسي مجد ولا الضغط الأمريكي مجد هذه كلها تمنيات ونقاطي أمامه حل واحد هو إما أن يشكل بشروط عون إما أن يعتذر أستاذ أصحاد بإجازة لو سمحت وباختصار ما صحت المعلومات من أن عون طلب من المقاطي توقيع تعهد خطي بالموافقة على إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة على رغم نفي مكتب نقاطي الأمر لا أستبعد هذا الأمر طبعا حرب عون الحالية والمقبلة هي إزاحة أي منافس رئاسي من أمام جبران بسيد يعني موقعين أساسيين حاكم مصر في البنان وقائد الجيش نعم شكرا لك سيد أسعد بشارة لانضمامك إلينا أحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على قضاء التحقيق في الجنوب ونبطي الموقوفين على صلة بمستوضاعات الأدوية المضبوطة في نطاقهما ويستكمل إبراهيم تحقيقاته مع نقيب الصيادل السابق ربيح السونة اليد اليمنى للرئيس سعد الحريري والذي عثر في مستوضاعه على 148 علبة أبر لعلاج سرطان منتهية الصلاحية وأدوية أخرى مفقودة من الأسواق وما نفع جهنم من دون شياطين أباليسة الدونية في جهنمنا اللبنانية يقتلوننا ليخففوا عن ثقل الديمغرافيا ويزيدوا في ثقل جيوبهم خزائنهم، خزاناتهم، مخزونهم، خزينتهم فاضت بها البضائع والأموال الحرام وشح منها الشرف وهاب ربيح السونة نقيب الصيادل سابقا ونقيب أسرة الوجع وتوابيت موتانا حاليا وهو العضو في المكتب السياسي لتيار المستقبل ومرشح سابق على لوائح التيار في الانتخابات النيابية هابه يقع بيد مخابرات الجيش وبيد حاضر يبكي غدا وفي بيانه الرسمي أعلن الجيش أنه ضبط داخل مستوضع حسونة كمية ضخمة من الأدوية المعدة للبيع في السوق السوداء قسم كبير منها لعلاج مرضى السرطان وبعضها منتهي الصلاحية مشيرا إلى أنه سلم المضبوطات إلى وزارة الصحة بناء لإشارة القضاء المختص وفي هذا الصياق أعلن وزير الصحة حمد حسن أن وزارة الصحة ستتخذ قرارا جديدا للمشككين وسيجمت في هذا الإطار كل رخصة مستودع ورخصة الصيدلي والمرخص على اسمه المستودع حين يكون مخالفا وقد صرح القاد إبراهيم أنه تم توقيف ربيح حسونة صاحب المستودع في علم ريسي مساء أمس والتحقيق جار في القضية أما زوجته فتركت رهنة تحقيق كما جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته لاستماع إليها لكن من جرب مجرب كان وطن مخرب فقد طولوا اللبنانيون صفحات أيام من طوال على فضائح مماثلة في الصيدليات شركات التوزيع محطات الوقود وغيرها ومن حماه أصفر الممانعة ستحمل خرزة الزرقاء غيره يطلطون وراء الدين وهم من الله تعالى أبعد من سنين ضوئية وفي دفينهم صفات أبي لهب ويهوز الإسخريطي فتبت تلك اليد التي تعتبر اليمن لتيار المستقبل حمالة الحطب وليلتف حبل المسد حول رقاب من حرم مرضى السرطان علاجاتهم وليعلقوا فوق الثلاثين من الفضة مرضانا لن يتركوا لهؤلاء القتل وسوف يكسر الشعب سلطتهم زي ما هي غرد شيخ بهاء رفيق الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا ننتظر اليوم الخطوة الحاسمة لحماية سيادة لبنان من الأعداء الداخلين والخارجين وهو تجديد مدة عمل القوات اليونيفل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 1680 1701 وأضاف يجب على المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني في تنفيذ توكيل الأمم المتحدة لحماية حدود الوطن كلها ليعود السلام والازدهار إلى لبنان أزمة النفايات في بيروت تتفاقم والمسؤولون في خبري كان عادت أزمة النفايات إلى الشوارع وهي تتكدس عند كل حي في بيروت فامتلأت المستوضعات بالنفايات وأكياس القمامة مشهد النفايات لم يعد خبرا جديدا في لبنان لكنه بات متعدد الأوجه والأسباب بالنسبة لأزمة النفايات المستجدة في بيروت مما لا شك فيها أنها مرتبطة ارتباط أساسي بموضوع أزمة المحروقات المستفحلة في لبنان كما أن هذه الأزمة مرتبطة أيضا بأزمة اقتصادية أخرى هي أزمة الدولار والاختلال الاقتصادي للعقد الموقع مع المقاون وهو عقد موقع بالدولار الأمريكي إلا أن أموال بلدية بيروت مثل ما بنعرف هي في مصرف لبنان حسب القانون بالليرة اللبنانية ودفعا بيكون حسب سعر الصرف الرسمي فالأزمة القديمة الجديدة عادت تلوح في الأفق كنتيجة حتمية لأزمة المحروقات وانهيار العملة الوطنية شكل محافظ بلدية بيروت مروان عبود فرقا لمساعدة المتعهد شركة رامكو على إزالة النفايات من الشوارع بغية رفع الضرر عن المواطنين هالأزمة اللي بدحنا لو تعودنا على التخفيف من الأول وعالفرز من المصدر وعالت دوير كنا هلأ ما عم نحكي بالأزمة ولو ما بقى في ميزوت كانت الأزمة أخف بكتير مش ما كان في أزمة كانت الأزمة أخف ولكن هلأ تركينا زبالة بالأرض والناس بعدها بنفس المستوى الصرف تقريبا لو ما شوية الغلعة مخفف اللي زبالة بالطريق زبالة الجرادين الناموس الحشرات على أنواعها والأسوأ هذا كله يعني هذا اللي بينقل الأمراض الأسوأ هو لما عم تتيأس الناس من هالنفايات عم تروح تحرقها وهناك عنا نوع تاني من التلوث اللي هو التلوث الكيميوي لم ينسى اللبنانيون بعد معاناتهم خلال أزمة النفايات الأخيرة آملين من دولة النائمة النظر في هذا الملف قبل فوات الأوان في طرابلس توقيع كتاب لدعم الشباب الذين يعانون الطرابات النفسية بزمن الأزمات وهجة الشباب اللبناني لا يزال هناك بقعة أمل لدى البعض من أبناء الجيل يلي ناوي يكتب التاريخ ويغير وجه لبنان والشاب الطرابلسي رفيق الحريري واحد من هالجيل بحيث كرس موهبته بالكتابة والرسم التصويري عبر تقنية إلستريتر لدعم الأشخاص اللي عم يعانوا من مشاكل نفسية فأصدر كتابه الثاني وجدته قلباً باللغة الإنجليزية بالنسبة لمحتوى هذا الكتاب قرر تركز على ثلاث مواضيع أساسية موضوع الحب، موضوع الصحة النفسية وموضوع اكتشاف الذات ومن خلال هذه الثلاث مواضيع أي شخص ممكن يقرأ هذا الكتاب حيقدر يربط له، حيقدر يعمل إسقاط تجاربه الخاصة على هذا الكتاب ويقدر يعرف أنه شو يعني الوحد يمر باستراج المعين أو شو واحد ممكن يمر بتجربة مانت الهذف أو صحة نفسية ممكن تأثر عليه أو يكون معه مشكلة معينة بهذا الموضوع وكيف ممكن يتخطها أو كيف ممكن تتخطها فمن خلال هذا الكتاب قررت أني أعطي المشكلة وبنفس الوقت أنه يكون في جواب مفتوح لا ينعطي الحال كمان رفيق اعتمد أسلوب كتب الأطفال بهذا الكتاب بحيث الجمع بين النصوص القصيرة والرسوم التصويرية سبب اعتمادي لهذا الأسلوب هي أنه تترك جزء من البراءة اللي بالعادة بتلاقيها بكتب الأطفال أو العادة بتلاقيها بقصص ممكن عم بتوجهها لجمهور يمكن ما كتير يحب القرية وعم بخلطة مع فكرة أنه في محتوى كتابي بيعبر عن وضو جماعيان أو بعبر عن فكرة متوجهة للناطجين مش متوجهة للأطفال فلما يكون في هذا الكنترست بين شيء هالأد بسيط وبريء وشيء هالأد جدي من خلالها بقدر وصل الفكرة مبسطة بطريقة مبسطة بس بنفس الوقت بتترك مفعول بالشخص اللي يكون عم يطلقها هالرسالة بهذا الاندفاع بيستمر في الحريرة بمسيرته المهنية رغم كل المعانيات اللي عم يعني الشباب اللبناني على أمل أنه يبقوا بلبنان لأنه وحدهم اللي بيرسمه التغيير أطلق شبان من العرب مبادرة جديدة تهدف لفتح أفاق جديدة لمصممين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القارة الأمريكية لا شك أن بلدانا كثيرة في الشرق الأوسط تسخر بالعديد من المواهب لمصممين شباب يعملون للحفاظ على تراث مدن وبلدان عمرها مئات لا بل ألاف السنين اليوم وبعيدا عن أخبار الحروب والأزمات للشرق الأوسط بادر شباب عرب لإطلاق منصة إلكترونية تهدف لتعريف الكنديين وغيرهم من الأجانب المقيمين هنا على مصممين بارعين من الشرق الأوسط عبر تسويق منتجاتهم فعنا توماس الجز من خلال ميناء أولا بننفرج الدنيا أنه مجتمعنا بشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمور اللي بتجمعنا أكتر بكتير من الأمور اللي بتفرقنا والتانيا بدنا نفتح وسيلة للدزاينرز اللي عايشين بها المنطقة لحتى نقدر نروج منتجاتهم ونفرج العالم الجودي العالي اللي هني عم يشتغلوا عليها لحتى نقدر ندعمهم ونساعدهم لحتى يبيعوا منتجاتهم للعالم أجمل شيئا فشيئا يعمل أصحاب المبادرة على تطويرها لبلوغ الهدف المنشودي من إنشاء المنصة بلشنا نتواصل مع هدول الدزاينرز اللي في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية وبلشنا نعرض لهم البرودكس تبعتهم على الويبسايت تبعنا وبرضو بنفس الوقت بلشوا الناس في مونتريال وفي شمال أمريكيا أمريكا يحكوا عن هدول الدزاينرز وإحنا هلأ هدفنا إنه نجمعهم كلهم على موقع واحد ونعرض لهم البرودكس تبعتهم بحيث أنه نزيد لهم الأوديينس والزباين اللي بيجوهم من مونتريال هي صورة مختلفة عن الشرق الأوسط تقدمها المنصة الجديدة صورة تشبه تاريخا فنيا مشرقا لمنطقة أدمتها الحروب والصراعات نشتنا انتهت فريق العمل وأنا نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر